هذه المرة الجماعة انداروا على فيسبوك يعني متناسين ان هناك اختلاف ثقافات واختلاف قوانين عند الغرب هذه الامور عادية عند الغرب يسمونها حرية شخصية ثقافتهم تختلف عن ثقافتنا احنا الشرقيين والمسلمين ايضا فيسبوك هو منصة غربية بالاساس وليست منصة عربية عراقية مسلمة كيف تعلقين على بيان الاعلام الرقمي شكرا لحضرتك استاذ احمد تحية للمشاهدين الكرام بالمجتمع العراقي بالتأكيد الاسباب عديدة تجعل الناس تلتجئ لقضية الشعوبة واللجوء للسحرة وطبعا بالمناسبة حتى تكون موضوعية نسبة النساء اللي يلتجئون لهؤلاء اعلى من نسبة الرجال والقضية حتى ما تعتمد لا على ثقافة ولا تعتمد على تحصيل دراسي بل تعتمد على ربما تكون متعلمة ولكن عدها ما لست تلجئ هذا الامر الحقيقة والمشترك الرئيسي يمكن حتى في كل العالم وبالدول العربية لانه القضية منتشرة حتى بالدول لدينا 250 ألف دجال على مستوى الدول العربية السبب هو أنه الكل يهرب باب الألمية والمنطقية لما يعانون منه فبالتالي إنسان من يشعر نفسه هو محاصر هو ما قادر يواجه مشكلته هو ما قادر يخلها نعم يلجأ للغيبيات نعم نعم وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي الساب أحمد أصبحت ملاغ لأنه ترويج أكو عملية عرض وأكو حلود سحرية تقدم من خلال الماركتينج وهناك عمليات اضطراب نفسية يعني إحنا ما ننكر مجتمعنا طالع من أزمات ولا زال يعاني من هذه الأزمات فبالتالي قضية المضطربين نفسيا اللي عندهم مشاكل اجتماعية عندهم فشل بالحياة الزوجية عدم إنجاب تأخر الزواج هذولا ما يقدرون يواجهون المشكلة ما عندهم حلول إلها منطقية نعم سيدة الكريمة أجد تحية بك ثانية دكتورة ندا إلى ماذا نحتاج للقضاء على هكذا ظاهر منتشرة في البلاد وحضرت ذكرتي أيضا أن المواطنة اليوم لابد أن يوعى بطرق وبرامج دوعوية نعم شكرا لك سيدة بالتأكيد يعني المفروض إحنا شبكات تواصل في كل العالم هناك رقابة عليها يعني ماكو جو مفتوح حتى في الدول المتقدمة وراعية للديمقراطية هناك رقابة هناك محاسبة فبالتالي إحنا يعني تبعيل القانون اللي ذكرتيه حضرتك بقانون العقوبات ومحاسبة المشعوذين والدجلة ومحاسبة بعض القنوات الفضائية يتروج لهم يعني هذا أيضا نداء الهيئة الإعلام والاستصالات أن تكون هناك رقابة على هؤلاء فضلا عن التربية دائما نقول التربية هي أتاك كل ثقافة لما تتربون يعني سيدة ندى قبل أن نتحدث عن موضوع التربية يعني هذا الحديث طبعا بالتأكيد يطول وربما يأخذ ساعات طويلة من الحديث في هذا الأمر ولكن يعني أنا أتوقف حقيقة عند انتقاد مركز الإعلام الرقمي لموافقة فيسبوك على إعلانات لصفحات تروج السحر بعيدا عن قناعتي بالموضوع الموضوع لا علاقة بقناعاتي الشخصية ولكن أي شخص الآن يعيش في الغرب يقول ما أنتم ثقافتكم الإسلامية تعطي الضوء الأخضر لهذا الموضوع السحر الثقافة الإسلامية فيها مضامين للسحر القرآن يشير إلى مواضيع السحر وبالتالي هو واقع وفق الثقافة الإسلامية الدينية السحر هو واقع أما أن يأتي للمركز الإعلام الرقمي وينتقد الفيسبوك فهو أيضا كما ذكرت لك في بادة الأمر اختلاف ثقافات عدهم في الغرب هذا أمر وارد وحرية شخصية يعتبره فأنت ليش ما يعيش بك سوي بلوك على الفيسبوك وينتهي الموضوع طبعا هو هذا الانتقاد الفيسبوك أنا أعتبرها نوع من تعليق المشاكل على شماعة الآخرين هذا فضاء مفتوح مو من حقي أني تقنسيان وأطلب من عند علي أن أحصل نفسي معظم المشاكل اللي يطير بمجتمعنا مو سببها الثقافة الإسلامية سببها القراءة الخاطئة للثقافة الإسلامية القراءة الخاطئة للدين وحتى قضية اللي يرجعون للسحر هم عندهم مشكلة بعلاقتهم مع الخالق يعني توقف حضرتك احنا بالتربيا نصور الإله وكأنه اللي يريد ينتقم من عبادة واللي يريد يحرقهم واللي ما يرحمهم فبالتالي الناس لوعدها هذا الارتباط الطبيعي شوف الغرب يعلمون الأولاد منذ الصغر أكفة نوع من الترابط ما بين الطفل وما بين الخالق يعززون هذه العلاقة يبينون لأن الخالق مبعبع هذا رحيم هذا ينطي هذه الخيرات فهذا الاختلاف بالقراءة الدينية للعلاقة مع الرب ولذلك تشوف مجتمعاتنا الإسلامية لما يرأت من الخالق ما يتجأ له هو يعتقد هذا رح يعاقب يبحث عن حلول أقصر الطرق حلول سحرية ويجيء في هذه ثقافة تعزز لهذا الموضوع أنه ترى السحر موجود بالقرآن ولكن احنا كيف قرأنا السحر بالقرآن هل قرأنا قراءة حقيقية هل استوعبنا هو هي القضية لا تصيب إلا بإذن الله وبالمناسبة حتى العلوم الحديثة قلت عقلك مغناطي أنت عقلك يجذب الأشياء اللي أنت تؤمن بيها أنت مو تؤمن بالسحر أنت تؤمن بضعفك تجاه هذا الشخص اللي يقوم بعملية السحر وبالتالي جسمك وإزداء عقلك رح تؤمن بما يملى عليك وبالتالي أنت لا إراديا رح تصبح عقلك اللاواعي يتير عقلك الواعي فتنقاذ باللا شعور وتعتقد نفسك أنت مسحور هنانا القضية في حين الإنسان الواعي اللي يقدر يتحكم بعقله وبأدواته ويؤمن بالخالق ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرذق وهو الذي يمنع هنا أنا ما رح تخوفه أي أمور ولا رح يستسلم ولا رح يستسلم منقاذه بالمناسبة قضية الشرك مو عبادة أصنان قضية الشرك تأتي بعبادة هذه الماديات وهذا الشرك الحقيقي لذلك حتى في يعني من نقول النساء هم يتجعون لهذا الموضوع أستاذ أحمد هناك مساحة حوار مفقودة بين البنات وأهلهم بين النساء وأزواجهم هي ماكو مكاشفة ماكو مصارحة أكو قلة ثقة لذلك ترجع الزوجة إلى السحرة لأنه تريد هذا الزوج تصنع بيوم وليلة وتحول السلوكة دون أن تعدد السلوكة وتعبنا كلها هي تتفاهم ويها وتكون أكو عملية مصارحة ومكاشفة فبالتالي عملية التنشئة سواء كانت تنشئة اجتماعية تنشئة نفسية تنشئة دينية هي سبب مشاكلنا وسبب استشراء حال يعني إحنا لو نوعي بناتنا أنه ترى أنتوا راح تبتزون ماديا وأخلاقيا ونفسيا من قبل هؤلاء المشعودين لو يعرفون نتائج الاستسلام لهؤلاء المشعودين أكبر بكثير مما يحصلوهم لو يعرفون المخاطر مكان مصنع نعم وصلت الفكرة سيدة نداء العابد الخبيرة الاجتماعية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك